ولكن هبات وتبرعات ذات صبغة الدينية الفصل مياه وثمانية وثلاثين لا ينصوا على الهبات ذات الصبغة الدينية وعندنا حتى في القانون النص يتحدثوا عن الهبات والذي النص ورده على اطلاقه وبالتالي احنا بالنسبة لنحنا الهبات ينقل على اطلاقه يشمل جميع انواع الهبات وهذا تأويل سيد العيوني المطلوب من اجهزة الدولة انها ترد في الوقت المناسب حظروا معي يا مناس معناها واحدة متجاهلة للقانون واحدة جاهلة للقانون مش معقول على شكول على شكول واحدة نيبة على مجلس النوابة ليا ما دام شكو نيبة جاسمة ذيكا يمينة والشواء الزغلامي معناها الجاهلة تنامي بالقانون وجاية تعيض وصندوق وغل واقام ليه امتي ماتفن حتى شي في القانون معقولة هذي لا فهمة ناس كانت فى الجنة اتفاهم فى القانون زينا سيد العيوني كان فهمة ناس معكم البارح تفهم فى القانون الاسألة يجب ان تكون دقيقه ما هي اشتفت انا اوه اصدرتك الوضعية قريب القانون يا مدام القانون يقول لك وقت اللي انت عندك نص واضح هبات وتبرعات وقت اللي قالك هبات وتبرع جاءت على سيرة الاطلاق مدامي جاءت على سيرة الاطلاق انا بالنسبة لني تشمل جميع انواع الهبات لكن سي العيوني قعد لنا على الاطلاق اذا يا تتجاهل فيه النقاشات اللي صارت في في سياغة المجلة الجماعات المحلية لانه تترح الموضوع هذا في سياغ النقاشات هذه وتترح تحديدا تعهد الجماعات المحلية بقضايا دينية مثل رعاية المساجد وتم حسم هذا النقاش يا تي سوفيان انا كان فيك مش نحكي انا من نشغل في مرحلة مشروع القانون هذا كانت تشاك في عمال تحذيرية تهم الناس يعملوا لعمال تحذيرية انا منحكي اليوم وهي تفسر تساعد على فهم القانون لا 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 انا اي جوزة معهم هذا مش هذا كباركة لا مش ارجع من 532 من مجلة ازامة العقود و533 تتصلت بالضبط يشتقى القانون وبالتالي مش اللي عمالة تحذيرية وحده تفسر القانون وبالتالي احنا طبقناه كما هو الفصل القانون واضح وصريح طالما انه كلمة الهيبات والتبرع جاءت عامة فانه تشمل جميع انه الهيبات عليش منذ ذات نقسيه من هالهيبات ذات سبغة دينية علي واضح سيد فتح العيوني انا انا نحب نتوقف معاك انا نحب نتوقف معاك عنده النقطة هذي اي سيد العيوني سيد العيوني اه الواضح جدا جدا انا متمسكة بالجانب القانوني في الموضوع ما نحبش ندخل في الجدال الاخر حكينا عليه بارشا لحقيقة اليوم هل انت ترى انه عبارة الهيبات يمكن انه تؤوله في طريق انه الهيبات ذات نجم تكون ذات سبغة دينية اه الوالي امتاع تونس يقولك انا بش نطعن اه في قرار المجلس اذي لدى المحكبة الادارية لانه ميراش انه الهيبات جستما يمكن لها ان تكون تبرعات ذات سبغة دينية وتؤدي لصندوق الزكاة اليوم من سيحسم في الموضوع هذي هل يمكن انه نقرأ الناس بالطريقة هذية ولا لا بس انت النقطة ثانية وفي الجانب هذي بالذات على النقطة تماشي بعد كم تراك انت الكلام اللي قالها سيد الوزير اللي قال الهيبات ميزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز الواجب الشيء بينما الزكاة تعدى في إطار أدافة شرعية وهذاك عليش احنا احترمنا النظام المدني التونسي وقلنا العطية هذه ما هيش مفروضة على الناس هي عطية اختيارية ولذلك احنا نرعف وهي لو كان جاء في نظام إسلامي عن دولة أخرى تحت تنطبق في حكام الإسلامية ما عندياش مبدأ حويت رضانينهم كلك وقتا بالحكز بسيب عليك هي ما هيذا عطية إذا عطية اختيارية واللي معاش نجب تكون زكاة والعملية دي اختيارية العملية هذي كي تبدأ اختيارية معاش نجب تكون زكاة لأنه الزكاة ما هيش اختيارية بل هي فريضة على المسلم لا اختيارة سمعني وقتا اللي يصبح النظام المتبع في الدولة اللي ينتي فيها تصبح نظام كما النظام التونسي اللي هو نظام قائب على مدينة بين الشاشريع الإسلامي ومقتضيتنا للمدينة الدولة نجم تبقى تمشي اكيما موجود في دول غربية في دول غربية توا تمشي نوغاليك وكل هوك تلقام الدعوات في كل بقع شوف تلقام دعوات الى خلاف مع مظاري وليت عليش سيد فتحي العيوني استاذ لو كانت تسمح ليت عليش قتلك بشناكتة فيه معك بجانب القانوني لأنه اصلا انت عندك قراة خاصة لفصول الدستور هذا قراة القانوني لا لا سي العيوني سي العيوني القراءة بين ازدواجية ازدواجية المدنية والاستناد الى الشرع في الدستور هذية والفصل الاول والثامن هذية انا اعتقد انه حتى في توصيف صندوق الزكاة ومصارفه هذية يقتضي نقاش ما هو اش قانوني اليوم النقاش القانوني هو انه وقع فتح حساب وفما تأويل لموضوع الهيبات في القانون سيقع الاحتكام ليه للقضاء وانت فتحي العيوني تؤكد سلامة الاجراءات في علاقة بذلك يقولنا انه حتى المراسلات مشيت بعنوان هيبات وتبرعات ذات سبغة دينية اليوم مؤسسات الدولة اللي البلدية منهم وبلدية الكرام منهم يجب ان تقول الدولة والقضاء الكلمة في ذلك ما نعلمش كان موافقني ولا لين بعد ازا كي تفر احنا نعشي ضدنا ولا احنا المبدأ وبالتالي انا التحقام هو صلوك حضاري شي طبيعي ولا سيد العيوني وانا مش هو القبار ما عليش اشكال مختبئة لكن ما نحبش المزايدات السياسية اللي هي تحب تنب التعطي مع القانون خير قاوي عم لا يمشي ما سينتاعوا والمزايدات السياسية خلاه دي مقعة اخرى المزايدات السياسية عندها مجالها طبعا لانه حتى الناس المساندة للصندوق هذية السياسيين يقعدين يدفعوا في الجانب الاخر احنا بحديثنا اليوم مع الوالي كان حاول موضوع اجراءات وانتي تفضل سيد فتح العيوني شكرا لك شكرا لك يعطيك الصحة في الاثنائب ربي لو كانت تسمح مدام يمينا الزغليمي ستجيب لانك انت في حق رد وهي في حق رد على الرد سيد فتح العيوني ستجيب ما تريح هذه المرأة البارح معناها مشكلة مشكلة مرة هي في اي من العلم هي جمعية شمس اللي هي اليوم مخالفة للصص الأولى من دي الصور وخالفة المدينة الدولة اقارت عندها الحق بتتواجد فيتار القانون التونسي سيدة يمينا الزغليمي سيدة يمينا الزغليمي سيحة كل صندوق الزكاة خطير على الدولة التونسية ما تجيب وكرا موجود على شكل مقرر ولولا السيدة هلية نورمال مو تنكمي إلى مرجعية فكرية غريب ما في الأمر وأنك تنكمين مرجعية فكرية وأخلاقية مناقبة تماما اللي تحكي به برح لا هذا 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 أنا نعتبره أخطر اتهام من عندك خالي مدام يمينا الزغليمي مرحبا بيك مرحبا لله محبا خلود أهلا السلام مرحبا بيكم المسانعين إذا عطي أسام وعطيك الصحة على منحي الفرصة للحديث مرحبا شكرا لك احنا سيد فاتح العيوني غادرنا به مش مشكلة هو قدم التوضيح مدام يمينا الزغليمي انتي على ما يبدو وقلت أنه صندوق الزكاة خطير على الدولة التونسية والمنح